اهلا بحضراتكم وفي اخر فقراتنا النهاردة في المحترف كان كل الحلقة عن دور الابطال ويمكن كانت المباراة الاهم والاكتر متابعة كانت مباراة بايرن وبرشلونة على مستوى المحللين ناس كتير جدا كان بتتكلم ان برشلونة كان الافضل وان بايرن لا يستحق الفوز عشان نعرف اكتر لازم يكون معنا نجم في التحليل للكرة العالمية معنا ومشرفنا النهاردة في المحترف طبعا محمود شاكر عشان يقول لنا هل اللي بتقال ده صح؟ هل كان البايرن يستحق الفوز؟ هل برشلونة كان الافضل؟ مساء الخير عليك محمود مساء الفل عليك كابتن يالي وسعيد دايما متواجد معك طبعا شوفنا كلنا مباراة بايرن يونيخ وبرشلونة هي كانت القمة الابرز موجودة في الجولة التانية برشلونة تسرق منه الموتش زي ما بيقولوا ولكن طبعا بايرن يونيخ هنا نقدر نقول يا كابتن يعني اللي فرق بايرن يونيخ عن برشلونة هو طبعا الفعالية قدام الجول بايرن يونيخ المباراة كان لها جوانب كتيرة جدا 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 يمكن اول مباراة من بعد 8-2 ومن بعد 3-0 رايح جاي السن فات في الشامبينج ديج الناس كلها كانت مستنية برشلونة في سوبه الجديد في اول اختبار حييف النتائج اللي فاتت دي بتأثر رغم اللعيبة كبيرة ويعني بلعبه في الهاي ليفل هل بتأثر الهيستوري بتاع النتائج والهزيمة تمانية بتأثر شوية على برشلونة بتدي امال اكتر للفريق المنافس ده بيلعب دور ولا هو كابتن ده اللي احنا توقعناه بس ولكن برشلونة فاجئ الكل بان هو ابتدى بطريقة قوية جدا 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 وعاوزين نقول ان فيه لعيبة كتيرة جدا طريبا نص السكواد كان مختلف عن السكواد اللي اتغلب السنة اللي فاتت رايح جاي 3-0 عن الـ 8-2 المباراة طبعا الشهيرة او المباراةين الشهيرتين بتوع الشامبينج ديج ولكن برشلونة قدم شوت اول قوي جدا 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 والشوت التاني كان الافضلية فيه الى حد ما لباري ميونيخ ولكن يا كابتن اللي فرق ما بين الفرقتين هو زي ما بنقول الفعالية على المرمى مين اكتر واحد احرز اهداف لبرشلونة في الدوري الاسباني وفي الشامبينج ديج في اول جولة هو ليفندوفسكي ليفندوفسكي هو اكتر لعيب ضيع فرص لبرشلونة قدام باري ميونيخ المباراة كان ليها جوانب كتيرة جدا اول مباراة طبعا هذا الجانب نفس يا محمود برضو عشان نتكلم يعني نربط ما بين الجوانب الفنية والارقام هل مش من عادة ليفا انه بيجيلوا فرص كتير ويهدرها هل كان فيه شوية توتر بالنسبة لانتقاله كان فيه توتر كبير جدا يا كابتن يعني زي ما يكون بنشوف الراجل بيتخض قدام الجون ده نوير كان معايا من شهر ونص ولسه هو كمان الترانسفير كان من حوالي شهر او شهر ونص بالزابط واول مباراة في الاليانز ارينا فالماتش ما كانش سهل خلص على ليفندوفسكي ذات معايا يا كابتن لو نرجع للتاريخ شوية نشوف ان الراجل ده كان بيجي لعب قدام دورتموند ولا كأنه كان يعرفه ما بيجيب ارقام كبيرة جدا وبيحرز اهداف كتير جدا ولكن ليفندوفسكي اتأثر بشكل كبير جدا يعني عاوزوا يقول يا كابتن مثلا هنشهد الاحصائيات ولكن بقشلونا لعب طوائشات 18 كورة منهم اربعة بس انتارجت تلاتة منهم انتارجت بس الليفندوفسكي في الدوري الاسماني وطبعا كابتنز اتكلمنا قبل كده ان دائما بيتلعب على البعيدة او بيتلعب كورل عرضية في النص عشان الراجل يقدر يخطف عاوزين نبص بص على الاحصائيات قبل ما ندخل نخش على الحالات الستاتيك ده طبعا بتتكلم ده هنا بايرن ده بايرن وده برشلونا بالزبط كده الرقم اللي انت حطت عليه برواز ده بالزبط احنا عندنا كابتن اجمالي عدد التزديدات اللي اتعاملت من بايرن ميونيخ كانت 13 كورة منهم اربعة انتارجت ناحية تانية برشلونا عمل 18 برضو تزديدة على الجون ولكن اربعة برضو فقط انتارجت يعني فرق هو هو نفس الارقام معين رقم هنا اكبر فيه عدد اجمالي التزديدات نشوف هنا كابتن بقى الشوت لأولين احنا بنتكلم عنه كابتن دي اللي عفوا نرجع معلش اللحظة احنا بنتكلم عن الاحصائيات العامة بتاعة المباراة بالزبط كده جاء لها تراقم فرص محققة بنسبه ... الثلاث كور شوت أضاعه يعني هو جاء ل insurance محاققة وصلت النحية التانية بانى جاء ل discovering الفرصتين بس mueققتين في المباراة والجميع مضيع ش ولكورة بحيث ان الكورة يعني انتا ستكلم ان كل الفرص اللي جات لباريون من الفرص الحقيقية وهي دي كابتن الفعالية اللي نتكلم عليها نشوف حساسا من الخاصillery الأولاني اللي كان التفوق فيه بنسبة كبيرة جداً لبرشلونا هنشوف يا كابتن ان ندخلش من الأول خالص اجمالي التزديدات من برشلونا كان عشر تزديدات اتنين منهم وانتارج اتنين منهم على الجون واجمالي بزبط اربعة فقط من بايرون ميونيخ زي ما قلنا كان فيه تسايد تام من برشلونا شروط الأولاني ولكن انا عاوزها عند الكورنرات ولا راكلة ركنية لبايرون ميونيخ في شروط الأولاني تماماً ورقلتين كل ركنيتين لبرشلونا للبيك تشانسز كبتن رإبارضل ورقلتين في الشروط الأولاني الي اتنين أضاعوا والشروط الثاني جاء أربع ركنيات بايرون ميونيخ مقابل اتنين ليبرشلونا وهنتكلم عن ركنيات في الحالات إن كابتن بايرون لي جل Έخفي ولا راكلة روكنية في الشوت الأولاني ولكن في الشوت التاني من أول راكلة روكنية يقدر يحرز الهدف الأول بايرم يونيخ وبعد الهدف الأول ده برشلونة بيفك تماما 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 وصعب جدا بتتكلم دلوقتي على حتى جزء الكلام تعليف الفاعلية ده مهم جدا مهم جدا برشلونة مسيطر خلق فرص ولكن لم يحرز أهداف على الجانب الآخر فرص قليلة جدا للبيان بيقدر يسجل منها كلها وبالرغم يا كابتن اللي فيه اختلفات كبيرة جدا مفيش تارجت مان أساسي أو مفيش راجل رأس حربة صريح بيلعب في بايرم يونيخ وصعد الناحية التانية الرأس الحربة الأفضل في خلال آخر 10 أو 12 سنة رقم 9 لوليفا بيضيع فرص كتيرة جدا لبرشلونة ولكن قلنا أن الموضوع اللي ممكن يكون ليه أبعاد نفسها في شكل كبير جدا عاوزين نتكلم عن الحالات يا كابتن احنا كلنا توقعنا أن ممكن يكون المباراة صعبة ولا سهلة على برشلونة هل يطار برشلونة ينزل ضغط في أول المباراة ولا برشلونة هيلعب كومباكت ولا كلام ده كله تشافي هرناندز فاجئ الكل أنه نزل كنت متوقع أنه يلعب مش ضغط عالي هيلعب ثلاثين ملعب لا أنا كنت توقع يلعب ضغط عالي لأنه هو بقاله فترة كبيرة جدا تشافي هرناندز بيحاول يطبق لسلوب ده وفي المركاته قدر يجيب اللعيبة اللي يقدر يعمل بها كلام ده كله احنا هنا في الديئة الثالثة ماشي يا كابتن هاني أول كورة خلص هنا عندنا هنا مارتينيز بتاع باري ميونيخ مع الكورة بنشوف هنا جافي بيضغط عليه بنشوف بقى كابتن هنا الضغط العالي من جميع اللعيب برشلونة بنشوف رافينيا مع دابتز وبنشوف بوسكتش هنا في نص الملعب مع جابتزر وهنا بنشوف برضو بيدري مع لا لا مش توني كروز لعيب نص الملعب كيمتش وهنا بالزبط ومنشوف وبنشوف ليفندوفسك هنا ويمكنو واضح جدا ان فيه ضغط عالي وكل لعيب قريب وما فيش مساحات ده بيمنع بيمنع البلد أب بيمنع عملية ان انت تبني من تحت باري ميونيخ في الايل ينزقرينا محتاج ان هو يلعمل البلد أب من تحت براحته خالص ونقدر يلعب كورته وانا فيش حد يقدر يجاري باري ميونيخ في الايل ينزقرينا انه ينزل فتح وفتح الأطراف وبيلعب على كل الجبهات وضغط ضغط عليه ولكن ده نشوف نشوف الصورة اللي بعدها هنا بنشوف جافي اول ما ضغط عليه الراجل بيرجع مفيش قدامه حل شايفين هناك كابتل؟ المقفولة طبعا ده مع ده والراثنين ده مع ده وده مع ده وراجل ده مع ده فالراجل بيضطر انه هو مفيش عنده حل غير انه هو يرجع ليه مانويل نوير نشوف الصورة بعدها عشان مانويل نوير يشتت الكورة ويمنع عنه البلد أب وخلي بالك برضو نوير اللعيب كورة يعني بيلعب كورة كويس فهو عملية الضغط عليه ما بتديش فرصة لنوير انه حتى ينقل الكورة بشكل سليمي كورة بتتلاقي بيا كابتن عالية عشان توصف في الاخر لعبي برشونة بمنتهى سهولة كورة عالية المساكين برشونة يطار يطلع بكل وراحته انه ياخد الكورة ده كان في الضيئة الثالثة ممكن نشوف الحالة اللي بعدها برضو نشوف طريقة برشونة في الضغط هنا برضو نفس الكلام هنا ضغط عالي طبعا هنا ضغط عالي يا كابتن بنشوف هنا برضو نفس الكلام رفينيا هيدغط على دافتز ونفس الكلام هنا كل العيب هنا مع اللعينة نفس الصورة بس المساحة أوسع شوية بس المساحة أوسع وبعدها بديئة ونصر طول يا كابتن بص بقى نشوف هنا الراجل ما لقاش حل جي لعب لدافتز لا الراجل ضغط عليه فالحل الوحيد انه نلعب ارجع لنوير فجي لعب لنوير نرجع معلش صورة بس واحدة جي يلعب لنوير نشوف الصورة اللي بعدها الراجل وقف وهم رجع تاني جي يلعب لدفتس تاني الصورة اللي بعدها يا كابتن برضو لا دفتس مقفوله عليه هم رجع تاني مضغوط بشكل كبير جدا نشوف يا كابتن هاني الصورة اللي بعدها ان هو بيرجع لبرده لمنويل نوير اللي برضو بيشتت الكرة وما فيش بيأكل الكرة دي كلها اللي بنتكلم عليها وهو الضغط العالي برضو الكرة برشونة كانت ضغط يا كابتن هاني أول عشر دي مفيش سوف نتتكلم علي كل دفت كل دفت يا كابتن وبرضو بيه حالات بعد كده نشوف هالبرشونة�bonuria ضغط أول عشر دية أو أوروبح ساة ناشوف برضو الكرة دي يا كابتن هنا بيلعب الجرا برضو نفس كلام بيلعب الكرة نشوف الصورة اللي بعدها برضو نفس الكلام فيه ضغط كبير جدا 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 ما فيش أي مساحه ولا في أي حاجة نشوف الصورة بعدها الراجل جاي هنا عاوز يشتت حتى التشتيت مش قادر يشوف الصورة بعدها بيشتت الكرة بتغبط في جافي وتنزل الكرة تاني وشوف يا كابتن هنا بقى عاوز برضو يلاعب نوير أول حاجة بيعملها هو واضح جدا أن فيه تعليمات حتى لو أي سرد باك أو أي حد اضغط بشكله مباشر على كمان نوير علشان نوير لعب كرة يقدر يوصل هو أفضل حالس مرة في العالم بصراحة بيقدر يلعب برجليه وكلمنا يا كابتن بليكام لو احنا برشلونة بيضغط من قدام طب احنا عاوزين نتكلم بقى عن الضغط العكسي وهو استرجاع الكرة فقال عدد من الثوانين في منطقة الخصم بنشوف هنا كرة مع عثمان دنبلي من ناحية الشمال بيحاول يخش الجواه ولكن الراجل نوير مزروي بيقطع الكرة منه والكرة بتوصل لعيبة برشلونة شوف بقى يا كابتن هنا كمية الضغط العكسي اللي هنشوفه من لعيبة برشلونة. دي النقطة اللي بتكلم برضه عشان الناس اللي مطابعين معنا يعرفوا احنا بنتكلم عليه انت الاول اتكلمت على الضغط العالي قد ايه كان ناجح تتكلم على نقطة مهمة جدا جدا ان هو حتى لو لأ منفذ يبقى قطع الكرة في قل وقت ممكن انك بتقطع الكرة ودي لها ميزات انك بتقطع الكرة في منطقة الهجوم بتاعتك يعني مش هتاخد وقت عشان تعمل بلد أب تاني ده النقطة المهمة جدا ده اللي كان بيتميز مي بقى كابتناني بيه كان ليفر بول السنة للفترة ومجرد ما ليفر بول تقطع منه الكرة بنشوف ضغط كبير جدا وليفر بول بيفضل الاستحواز معه عشان كده بقاش عنده مشكلة في الاتنين يبلعبه دايما على الخطوة شوف يا كابتن اول ما الكرة تقطعت هنا وسط الكيميتش نشوف السورة اللي بعدها شوف يا كابتن الراجل عاوز الحل الراجل عثمان ديمبلي قافل على داويد بالزبط كده نشوف هنا بقى جافي وهو اللي كان اقوى لعيب في خط وسط برشلونة بيضغط في التلت الأمامي بتاع بايرم بيونيك نشوف يا كابتن هنا الكرة بعدها الراجل مش عارف يطلع فين عشان خاطر جافي يضغط على الراجل دا وعثمان ديمبلي قافل على الراجل دا فما فيش الحل غير نوع اللي عبلي قدامه نشوف السورة اللي بعدها ضغط يا كابتن بص واحد اتنين تلاتة اربعة على اربعة لعيب ضغط في مساحات ديقة وما فيش فرص خالص انك حتى تطلع بالكرة رغم عندهم امكانيات كويسة لعيب البايانا تقطعت الكرة يا كابتن ورحت لبرشلونة وبقت هاجمة تانية لبرشلونة نيجي بقى كابتن هنا زي ما احنا تكلمنا قلنا ان برشلونة كان الأفضل ولكن كان فيه مشكلة في الفعالية والشوت التاني اتخطف فيه برشلونة بالسبب طبعا خبرة او منظومة بايرم يونيخ مهما برضو حصل يظل بايرم يونيخ هو اسم قوي جدا واسم باريس جدا في دوري في تشامبينز ديج وطبعا وفي ألمانيا وحداك طبعا يا كابتن يعني سيد العارفين الخطاء اللي حصلت مباشرة من لعيبة برشلونة هي اللي ودت المباراة لكلام ده كله وكلنا عارفين يا كابتن كان اول ضربة روكنية لبايرم يونيخ كان اول ضربة روكنية كابتن زي ما احداك بتقول لبايرم يونيخ في مباراة ولا ضربة روكنية في شوت الاولاني شوت التاني في الدقيقة التسعة واربعين راكلة روكنية لبايرم يونيخ هنشوف بقى كابتن سوق التمركز من رفينيا ومن ليفندوفسكي على الكورة القريبة كابتن والوحدك برضو يعني يا ريت شريك نبارا ونشوف هنا برضو الراجل لما سرق ألونسو وقدر يحرز الجهن نشوف الحالة مع بعض بس يا كابتن الراجل سرق سرق ألونسو سابه لوحده خالص وقدر انه هو يطلع بمنتهى سولى لو نرجع صورتين بس ما عليش نرجع الصورة الأولانية خالص وناخدها واحدة واحدة معنا بس يا كابتن الراجل هنا بس قادي رفينيا وقادي ليفندوفسكي الاتنين بينطوا الكورة بتعدي من الاتنين معاني يا كابتن مفروض انه على القريبة طبعا واحد بيطلع على القريبة يعني هو تمركز يعني هو الكورة تلعبت أولا بشكل كويس لكن عندك اتنين طوال بلعبوا بداكم كويس على العرضة الأولانية لازم الكورة دي ما تعديش يعني الكورة دي خلي بالك مشكلة كبيرة جدا لحارس المرمى من أصعب الكورات لحارس المرمى اللي هي بتعدي الراجل على القريبة وبالتالي ما كانش فيه رقابة مميزة وكانش فيه طبعا يعني سوق تمركز أو عدم تركيز من ليفا ولو عدت من واحد يا كابتن ما تعديش من تاني ولو عدت من رفينيا ما تعديش من ليفندوفسكي المتماز جدا في ألعاب الرأس ولكن بنشوف ان الراجل بيسرق بشكل كبير جدا بيسرق ألونسو وبيقدر يحرز الهدف ودي كانت أول خطأ مباشر من اللي عيبت برشلونة طول المباراة وبعد الجون ده اللي حصل شفنا فيه خطأ مباشر وعش جدا جدا من اللي عيبت برشلونة برشلونة فك نشوف بقى يا كابتن الجوني التاني اللي جي بعده على طول بأربع دقايق وكان فيه سوق تمركز كبير جدا 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 من بوسكتش اللي بيسيب المنطقة بتاعته اللي هو مفروض بيلعب رقم 6 في برشلونة وهو المنوط بأداء الأدوار الدفاعية بنشوف هنا يا كابتن ساني بيقطع الكرة وبيعمل الدبل باص مع موسيلا فين بقى بوسكتش نرجع للصورة القابلUD معايش بوسكتش هو يا كابتن معاين بوسكتش مفروض يكون في المنطقة بعيد طبعا بعيد بزابط gift بنشوف الدبل باص ما بينه وما بين بعض ساني بيخش الجوة نشوف الصورة اللي بعدها ساني بيخش الجوة مع موسيلا بوسكتش مفروض يتحرر هو متأخر طبعا متأخر هو طبعا هو توفوزيشن إن ساعة من كرة تقطعت في ناحية المين وبدأ يتعامل للضب الباصل. تحسك كابتن أن برشونة فاك بك بشكل جدًا جدًا بعد الموجون الأولاني ما دخل فيه. تخلي بالك اللي جوان من كرة السابتة بمتزعل المداربين جدًا جدًا. يعني لما تيجي جون من هدف متحرك لكن أنت كرة سابتة وكورنا. فالطبيعي جدًا إن الأولوية بتبقى للمدافعين لأن عندك عندك أولوية في الجزئية دي. فطبعا الضربات السابتة مؤثرة إذا كانت إيجابية أوصل بها. نشوف الكرة اللي بعدها كابتن نشوف بقى المساحة كلها اللي متسابة بسبب أن بوسكتش أوف بوزيشن طلع بره اللعب تمامًا وورا الكرة وبره اللعب وبعيد جدًا جدًا عن اللعب كله. نشوف الصورة اللي بعدها خلاص في مساحة زي دي في وجود لعيب زي الثانية عنده المهارة الفردية وعنده السرعة وعنده الكلام ده كله يا كابتن. بيقدر يعدي طبعًا بسرعيته وبيحط الكرة بمنتهى الجمال في آآة طبعا منتهى جمال الهدوء في تيريش تيجن وبقى المباراة كابتن كانت سجال ما كانش فيه أي خطورة تاني من ناحية الفردين برشون حاول بشكل يعني مش قوي قوي لأن طبعًا عارفين ألمانيا تلعب بايري مينخ في ألمانيا في الإلان زقرينا دخل فيك هدفين موضوع صعب جدًا جدًا أن أنت ممكن تقدر تعوضه. وانتهت المباراة لصالح بايري مينخ 2-0 ولو أن المباراة مش نتيجاتها العدلة ولكن يا كابتن نقدر نقول الفعالية 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 هي اللي بتفرق بشكل كبير جدًا. اللعيبة دلوقتي اللي بدفع فيها فلوس كتير جدًا عشان خاطر تحرز الأهداف ما بنستغربش واحد زي هالند الدفع فيه معين هو أقل صفقة من الصفقة المدفوعة فيها فلوس كتير جدًا لفعود الستين وعمل أرقام خالية. أنا شايف أن الفترة اللي جاية الكرة تتغير بشكل كبير جدًا ويرجع تاني لتارجت مانا واللعيب رقم 9 هيبقى رقم صعب ورقم مهم جدًا جدًا في الكرة الأوروبية الفترة اللي جاية. أنت شايف هل تشافي رغم أن هو يعني عامل تيم كويس بشكل أكتر من رائع لسه عنده مشكلة في الحالة الدفاعية يعني الحالة الدفاعية كفريق إحنا أنت بتتكلم على ضغط عالي وبتكلم على ضغط بشكل كويس هل لو فيه فرقة زي البارن قدرت تكسر هذا الضغط العالي يبقى فيه مشكلة على خط الدفاع هل لسه موجودة دي عند برشلونا؟ كابتن هو مشكلة تشافي لغاية دلوقتي فعلا في ناحية الدفاعية أن ما فيش تثبيت برضو بنشوف كريستنسن شوفنا في شرط الأولاني في شرط الثاني اللي هي بلعب جارسيا معني أنا بشوف أن جارسيا لعيب مش قد كده لمنشير سوري سيتي مش هفرط في العيب كويس في مشكلة في حتة كريستنسن وجارسيا لأن يا كابتن بك برضو بعيد ولكن ما تريد تبص على كندي اللي صفقة جديدة وعلى أراوخه أراوخه إلى حد ما برضو مش وحش ولكن كندي بيحلله مشاكل كتيرة جدًا في البلد أب وبنشوف دايما بيحصل روتيشن ما بين الباك رايت وما بين أراوخه ساعات يا كابتن بيعمله من تلاقي أراوخه هو اللي طالع على باك رايت بالزبط كده لأنه بتضغط على كندي لأن كل الناس خلاص بيتعرفة أن برشورنا دايما لما يتزين الأطراف بتاعته الحل اللي عنده إيه أنه هيلعب اللونج باست يال ألونسو هي يلعب اللونج باست لكوندي وهم عملين سريتش الملعب فبنشوف دايما الحتة دي ولكن في مشكلة في السرعات كريستنسن مش اللعيب السريع ج جدا 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 ويمكن شوفنا ده في ماتشات كتيرة في الدوري الأسباني وكمان يا كابتن لما كان مع تشيلسي ما كانش ملعب بشكل أساسي وعنده مشكلة دايما في السرعات هي دي المشكلة ممكن تواجه تشافي ولكن أنا شايف أن منظومة تشافي مع الوقت هتفرق بشكل كبير جدا برشورنا ماشي لغاية دلوقتي كويس بتخسر قدام الباير بتخسر قدام فريق كبير جدا جدا وأنت كنت الطرف الأفضل في المهورة أعتقد أن برشورنا ممكن يروح بقيد في الشامبيونز دي يعني أنت من الناس المتف لا زي أنا أحب كتلوني أصلا وعندي أمل فعلا رغم أن السنة الفاتت كان موسم كارسي ولكن شايف أن برشورنا قادم عنده لسه لسه كمان صفقات كتيرة جدا على مستوى عالي وصفقات فيها تنوع بشكل كبير جدا لعيبة تقدر تعمله مرونة تاكتيكية في نص الملعب يعني يا كابتن النهاردة أنت بتشوف فرقة مختلفة تماما عن فرقة اللي لعبة الماتش اللي فات قدام بلد الوليد في الدوري الأسباني تغيير التلاتة القدام بتلاتة تنين كويسين أنت بتشوف أنت عندك عثمان ديمبلي وعندك الناحية الثانية رفينيا قاعد بره مين فاتي قاعد بره قاعد بره برضو فران توريس اللي فاندوفسكي موجود أنت بتكلم في وسط الملعب بيبقى فيه خناقة بتاعت نص الملعب بدري لعيب هايل جافي لعيب هايل وبوسكتش طبعا لعيب كبير موجود برضو معهم كيسي اللي فاري اللي أنا بحبه جدا جدا لعيب عنده متكامل جدا في وسط الملعب وبرضو في الحالة الدفاعية بقى عنده أوبشنز كتيرة جدا آه الانتدابات بتاعت الدفاع مش بقوة خط النص وخط الخط الهجوم ولكن إن جنرال ربنا تمنى ربنا تمنى كمعبود أشكرك شكرا جزيلا يعني تحليل أكتر من رائع الله يخليك أكتر سناني شكرا شكرا جيك شكرا شكرا واصل لحضراتكو على المتابعة إن شاء الله يوم جديد يوم الاتنين حلقة جديدة ويوم جديد من المحترف شكرا